ربنا يجعلنا كده دايما وشنا وش الخير وكل يوم مع نادي الزمالك مكسب وانتصار جميل وكبير على كل الأصعبة النهاردة في مباراة كانت مباراة مهمة جدا لنادي الزمالك استطاع ان هو يفوز على عازفي السمسمية فريق الإسماعيل الدرويش نجوم مصر طبعا فرقة محترمة جدا أنا بحيي النادي الإسماعيل على المستوى الرائع جدا اللي بقدموه في المباراة الأخيرة ولكن الصدم بنادي الزمالك مباراة كانت صعبة في استاذ القاهرة على الفريقين والنهاردة نادي الزمالك لعب مباراة جيدة مباراة بلغة الكورة الزمالك خاد اللي هو عايزه من المباراة ايه اللي انت عايزه في مطشاة الكاس ان انت تصعد موضوع ان انت تلعب من اول ديه الاخر ديه اداء جميل مدرسة الفن والهندسة كل الكلام دوت مع كل اللي احترام في مباريات الكاس تحديدا انت بتاخد اللي انت عايزه بطريقة تجارية انت عايز تكسب وتعدي وتعبر الى دور الثمانية ونادي الزمالك عمل ده على فكرة في المطشين في مطش الداخلية لو تفتكروا الزمالك اتأخر من الداخلية واحد صفر في استاذ القاهرة ثم عاد وفاز على فريق الداخلية وكانت برضو مباراة صعبة وكانت مباراة وص المطشات بتاعة الدوري ومع معاعة الدوري وكانت قصة كده النهاردة نفس الكلام طبعا اذهان اللاعبين اكيد عايزين للعبوا على الدوري وعايزين للعبوا على الكاس ولكن غصب عنهم اكيد في ظل ضغط مباريات في ظل ان انت عندك بطش يوم الجمعة اللي جاية وضغوط غير طبعية اكيد على نادي الزمالك بتمارس علشان اربع مطشات في ناس تانية بتفكر يعني انا بقرأ مواقع بتكتب هل من الممكن ان يحقق الاهلي مثلا المستحيل على فكرة من حق المحرر لو بينتمي الى النادي الاهلي مثلا ان هو يتمنى ان السيناريو المستحيل يحصل للنادي اللي بيحبه يعني دحقه على فكرة بالمناسبة بس انا بتكلم على ان فكرة دغدغت المشاعر على الجانب الاخر مجودة عند بعض المحررين بعض الصحفين بعض اللي بيحبه اكيد النادي المنافس نادي بيراميز برضو نادي محترم ونادي عنده سكواد محترم فالضغط على الزمالك إعلاميا في آخر أربع مباريات أكيد اللاعبين وجهاز الفني والجمهور والإدارة والكل أكيد بيحسوا بيستشعروا قبل مباراة مهمة هي مباراة فاركو وكان القدر أنه قبل مباراة فاركو مباراة النادي الإسماعيلي اللي هي فلستاد اللي هي بدون حضور جمائري وأنا هنا أقف أمام هذه النقطة كثيرا جدا حتى أنا كنت قاعد في كواليس المباراة مع الكابتن جمال عبد الحميد والكابتن طارق يحيا والكابتن أحمد عبد الحليم والكابتن آيمن عبد العزيز هو السؤال اللي بيفرض نفسه هو ليه مطشط كاس مصر من غير جمهور يعني إحنا هل هناك كاس مصر بتلاعب في دولة تانية ولا بتلاعب برضو في مصرنا والمحروصة ومهورنا مالي الحمد لله المدرجات اللي السماعيلي بنشوفه في ملعبه بيلعب في حضور 2003 وثلاثة وساعات بيزيد شوية وما فيش أي مشكلة نادي الاتحاد السكندري على ملعبه نادي الزمالي في السادة القاهرة بيلعب بجمهور نادي الأهلي بيلعب بجمهور كل الأندية بتلعب نادي المصري بيلعب بجمهور فأنا مش مستوعب أو مش فاهم ليه بطولة كاس مصر بتتلعب بدون جماهير وليه القرار ده يعني ليه ليه يتم تعديله مع المباريات القادمة لأن النهاردة في ريلا تكلم على الموضوع دوت والكابتن أسامة نبيه يتكلم على الموضوع دوت والكابتن عبدالله جمع بتصرحاته والكابتن يؤسف أسامة نبيه يتكلمه على الموضوع دوت ليه نادي الإسماعيلي النهاردة يتحرم من جماهيره اللي أكيد كانت هتسحف للسادة القاهرة وليه نادي الزمالي النهاردة برضو يتحرم من جماهيره في اللقاء جماهيري جميل ده شو رائع وتبلوه كروي رائع جدا لما منفرج على الزمالي والإسماعيلي النهادة كان نطش مفتوح وجميل وهجمة هنا وهجمة هنا